اشتركوا في القناة الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الادارية الجديدة على عدة قرارات وهي وفق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 بهدف تعزيز دور الصندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم ونص التعديل على ان يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعينه واعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق على ان يشترط في من يعين بهذا المنصب ان يكون مصري الجنسية لا يقل سنه عن 30 عاما ويكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفي منها قانونا وان لا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ويكون تعين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة ويمثل الصندوق امام القضاء ولدى الغير واوردت تعديل اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق ومنها متابعة تنفيذ قرارات مجلسي الامناء والادارة والاشراف على العمليات والانشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المرجوة واتصاقها مع استراتيجية العمل وكذا اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض باعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خطته واعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الادارة لاعتمادها والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين واصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية كما يجوز للمدير التنفيذي تفويد من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته وفق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الاوسمة والانواط المدنية وذلك بانشاء وسام اطلق عليها وسام البناء العظيم ليتم منحه لكل من ساهم في تشييد واعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط او التصميم او التنفيذ او الاشراف او المتابعة او بغير ذلك من الصور وذلك تقديرا لجهودهم وتشجيعا لهم ايمانا من جانب الدولة باهمية الدور الذي قاموا به في انجاز المشروعات القومية وقد اناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سلطة اصدار ضوابط وشروط منح الوسام كما اجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 93 فدانا تقريبا من الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز فارسكور بمحافظة ضمياط لصالح المحافظة لاستخدامها في انشطة تدوير القمامة ومصانع لتحويل المخلفات الى طاقة وتشمل رؤية محافظة ضمياط لاستغلال المساحة المشاري اليها انشاء مجمع متكامل لمعالجة المخلفات يضم المصنع الحالي لتدوير المخلفات والمقام بالفعل على مساحة 25 فدانا منها مساحة عشرة افدنة لخدمة انتاج السماد العضوي وتجميع المرفوضات بالاضافة الى مساحة فضاء لتجميع المخلفات قبل الفرز والمعالجة كما تشمل الرؤية تحديد موقع كسارة لمعالجة وتدوير مخلفات الهدم والبناء الناتجة عن المحافظة واقامة مصنع لاعادة تدوير المواد الناتجة عن كسارة نواتج الهدم والبناء لانتاج البلدورات وانشاء كل من مصنع لانتاج الطاقة من المخلفات وخلايا دفن صحي للمخلفات وسياج شجري وطرق داخلية ومخازن الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض احكام النظام الاساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 وذلك بهدف تنظيم قواعد التعويض عن اصابة العمل ونص التعديل على ان تختص الادارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ولجانها الطبية العامة او هيئة الرعاية الصحية باصدار شهادة تفيد حدوث الوفاء نتيجة مزاولة المهن الطبية وذلك وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها لديها كما تختص لجنة الاجهاد او الارهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالبت في مدى اعتبار الحالة اصابة عمل نتيجة الاجهاد او الارهاق من العمل وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشاري اليها ونص التعديل كذلك على ان تقوم الادارة المختصة بالمجالس الطبية المتخصصة باصدار تقرير اصابي بتحديد نوع ونسبة العجز في حالات العجز الكلي او الجزئي او الاصابة بسبب الاجهاد وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها لديها وحدد المشروع شرائح نسب العجز وفق مجلس الوزراء على استمرار الانتاج من اربعة مناطق للتنمية من خلال الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول وتحت اشرافها ومسؤوليتها وهي جنوب رمضان بخليج السويس وشرق جمصة البحرية وشمال يوليو بخليج السويس وجنوب الضبع بالسحراء الغربية وذلك حتى يتم استكمال اجراءات التعاقد والقوانين الخاصة بتلك المناطق وافق مجلس الوزراء على طلبات مقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقا لاحكام المادة الثامنة والسبعين من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وتضمنت الطلبات قيام جامعات جنوب الوادي بالتعاقد لتجهيز بوابات الدخول وتوريد وتركيب شبكات انذار ومكافحة الحريق لمبنى لوحة توزيع الكهرباء بالجامعة وتغيير مصار كبلات التغذية لمستشفى الحرم الجامعي وكذلك طلب وزارة الموارد المائية والرية التعاقد بشأن اعمال التشغيل والحراسة للمآخذ بمنطقتين ربعة وبئر العبد بشمال سيناء الى جانب طلب وزارة الصحة التعاقد لتوريد التجهيزات غير الطبية لعدد 88 نقطة اسعاف تابعة لهيئة الاسعاف المصرية على مستوى الجمهورية وايضا طلب محافظة الغربية التعاقد لتوريد اربعة سيارات اطفاء متوسطة خفيفة لتشغيل وحدات الاطفاء بقراء حياة كريمة بمركز زفتة اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بالبيع في مساحة 175.5 متر مربع الملاصقة لصور مدرسة الرسالة الحديثة بمنطقة زمزم بنطاق حي الضواحي لاضافتها لفناء المدرسة وبنظام حق الانتفاع في مساحة 2501.70 متر مربع بالمنطقة القريبة من المدرسة سالفة الذكر لانشاء مدرسة تعليم ثانوي ومدرسة لغات ويأتي ذلك لسعي المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية من خلال استكمال باقي المراحل بالمدرسة سالفة الذكر لخدمة اهالي بورسعيد لكون المدرسة تقدم حاليا التعليم الاساسي بالنظام العربي فقط حتى المرحلة الاعدادية كما تستهدف خفض الكثافات بالفصول التعليمية احيط مجلس الوزراء بقرار مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 181 المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من يوليو 2023 بالموافقة على منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الاراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية تشجيعا للاستثمار في هذا القطاع وذلك وفقا لضوابط وشروط تضمنت اخذ موافقة مجلس الوزراء وشملت التيسيرات عدم استحقاق اية علاوات للتخديم الخارجي او التخديم للخارج لانشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على اقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة وكذا السماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع اراضي صناعية حتى نسبة 75% من اجمالي مساحة المشروع على ان لا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25% من اجمالي ارض المشروع وحدد القرار الضوابط والشروط الواجب لالتزام بها لمنح تلك التيسيرات وتشمل سلامة كامل موقف قطع الاراضي وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء والالتزام بتوفير اماكن انتظار السيارات تبقى للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الارض وكذا التنازل عن اي دعاوة قضائية قبل منح تلك التيسيرات والالتزام باخذ كافة موافقات جهات الاختصاص المطلوبة وافق مجلس الوزراء على الترخيص بالتعاقد لشراء قطعتي ارض بنطاق مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ لتنفيذ مشروعات صرف صحي تشمل انشاء محطة معالجات صرف صحي بقرية النصرية على مساحة نحو عشرة افدنا وتوسعة محطة معالجات صرف صحي بقرية الجرايدة بمساحة نحو خمسة افدنا وذلك ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر بكفر الشيخ والممول من بنك الاستثمار الاوروبي والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار بالاضافة الى منحة الاتحاد الاوروبي وينستهدف المشروع ازالة الملوثات من مصرف كتشنر في منطقة دلتانيل في مصر بنطاق محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية من خلال الاستثمارات في جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وادارة النفايات الصلبة واعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف وتنفيذ الشركة القابدة وشركات مياه الصرف الصحي تحت اشراف وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مكونات المشروع الخاصة بمياه الصرف الصحي وجمعها ومعالجتها وتقوم الوزارة بمراقبة التنفيذ الكلي واداء هذه المكونات وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بانشاء كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد وتأتي هذه الخطوة في اطار رؤية الدولة التنموية لمحافظة الوادي الجديد بهدف تكمل البرامج التعليمية بجامعة الوادي الجديد واستهداف تخريج مهندسين متخصصين ذوي مهارات عالية وقادرين على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في المجالات الهندسية بالاضافة الى تخفيف عبء الاغتراب عن ابناء المحافظة وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الموارد المائية والري مع شركة الكراكات المصرية التابعة للشركة القابدة للري والصرف لتنفيذ اعمال تقليل المخاطر الناجمة عن السيول والمتوقع على بعض الاوديات بمحافظة البحر الاحمر وما يتطلبه ذلك من اعمال صناعية وذلك خلال العامين الماليين 2023-2024-2024-2025 يأتي ذلك في اطار الاستعدادات لموسم الامطار والسيول والتأكيد على جهزية مخرط السيول واحواض التجمع بالمحافظة وفي ضوء ما تتمتع به الشركة من خبرات تؤهلها لتنفيذ تلك الاعمال في اسرع وقت وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعقد على تنفيذ التجهيزات المطلوبة لمعرض القاهرة الدولية للكتاب في دورته الخامسة والخمسين لعام 2024 والمقرر انعقادها خلال الفترة من الرابع والعشرين من يناير حتى السادس من فبراير 2024 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات وذلك بهدف اقامة المعرض بالصورة التي طلق بمكانة مصر الثقافية بالساحتين العربية والدولية